قبل قليل عبرت هذه المركبة التابعة لمركبات الإسعاف والطريرنة لتحريك الكاميرا فقط لمرور هذه الكاميرا عفوا المركبة بطبيعة الحالة العملية العسكرية لا تزال مستمرة قبل قليل وصل مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مقر الجمعية المقابل لمستشفى جنين الحكومي والوصول هذا يأتي في إطار الاطلاع عن كتب عن تفاصيل محاصرة المؤسسات الطبية وما تتعرض له التواقم الطبية وتحديدا مركبات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر في مضايقات عمليات التنقل في إخضاع الطاقم لعمليات التفتيش ولربما سيكون هناك تعقيب صحة في خلال الدقائق القادمة فور انتهاء الاطلاع على تفاصيل ما يجري هنا في مدن شمال الضفة الغربية وصل قبل قليل من مدينة رمالة للاطلاع على هذه التفاصيل حتى هذه اللحظة تؤكد وزارة الصحة تسعة شهداء وثلاثة عشر إصابة في عملية عسكرية هي الأكبر منذ انتفاضة الأقصى الثانية جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الآن بتكتيكات الاستياد في مناطق محيطة أبعد من المناطق المستهدفة ماذا يعني ذلك؟ الآن هناك مداهمات في بلدة كفردان غرب مدينة جنين وهناك مداهمة في بلدة اليامون وحصار لمنزل وإصابة شاب الآن يجري العمل على نقل هذه الإصابة من قبل طواقم الدفاءة لهلال الأحمر الفلسطيني والحديث على أن الإصابة لشاب فلسطيني في الصدر ووصفت الجراح ما بين متوسطة إلى ويجري العمل على نقل هذه الإصابة في هذه اللحظات يتزامن بطبيعة الحال مع عمليات مداهمة تتركز في حي الألمانية والحي الشرقي بمدينة جنين هناك عمليات مداهمة تدمير للبنية التحتية خلالها طبعا إخضاء أصحاب المنازل لعمليات تحقيق ميداني استجواب مراجعة طبعا الهواتف النقالة خلال عملية الاقتحام من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل طبعا استنساخ ما يحدث هنا في مناطق أخرى مخيم نور شمس شرق مدينة تول كرم هناك محاصرة لمنزل في محيط حارة السلام وهي على الأطراف الغربية من المخيم بالإضافة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عرقلة مركبات الإسعاف في تلك المنطقة على وقع طبعا تدمير مستمر اللافت الآن ميدانيا أن جيش الإسرائيلي وضع عدد من نقاط التحقيق الميدانية والقيادة الميدانية لهذه العمليات ثمت غرفة كاملة وشاملة للجيش للشباب من الطاقات طبعا قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي وهذا ما أكده المتحدث باسم جيش الاحتلال لكن ميدانيا لكل مدينة غرفة عمليات منفصلة في مستوطنة جانيم وهي على الأطراف الشرقية من المدينة نصب جنود الاحتلال خياما وهناك يتم استجلاب من يتم اعتقاله من المدينة من المخيم ومن القرى والبلدات باتجاه هذه النقطة العسكرية في أطراف شرق جنين ويخضع الشاب الفلسطيني والشبان إلى عمليات تحقيق ميدانية ذات السيناريو في منطقة محيط المدخل الغربي لمخيم نور شمس عمليات تحقيق ميدانية في إحدى المحال التجارية وهناك حصن جيش الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته الأمنية بإنجاز ما يشبه المربض إنجاز التعبير بسواتر ترابية لتأمين طبعا عملية التحقيق هذا السيناريو متكرر في مخيم الفارعة بتحويل بعض المنازل إلى تكنات عسكرية خلال عملية المداهمة المستمرة التي تتزامن مع اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة الواضح بطبيعة الحال أن المؤسسات الطبية لازالت تخضع تحت الحصار الأمر الذي رفضته وزارة الصحة الفلسطينية وطالبت بتدخل دولي واضح جيش الاحتلال يقول أنه حتى هذه اللحظة لا نية لقرار يتعلق بعملية الإخلاء من داخل المستشفيات أو حتى من مخيمي نور شمس وكذلك أيضا جنين شمالي الضفة الغربية التصريحات الإسرائيلية كانت واضحة وروج لها على المستوى السياسي الأعلى في الحكومة الإسرائيلية وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس قال بأنه يجب إخلاء المدنيين والتعامل مع هذه المخيمات كما تم التعامل مع قطاع غزة وكأنما يقدم مبرر على طبق من ذهب أمام المجتمع الدولي الذي صمت عن حرب الإبادة وعن النزوع والتهجير في قطاع غزة وكأنما اليوم سيسكت مجددا أمام هذه الدعوات الإسرائيلية الواضحة التي تعتبرها الرئاسة الفلسطينية بأنها تصعيد إسرائيلي كبير سيقود إلى منعطفات خطيرة في مناطق الضفة الغربية بل بالأراضي الفلسطينية تنعكس على المنطقة برمتها خالد تصور المباشرة التي تأتينا من عندك مباشرة من جنين تظهر أليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هل أطلعتنا على طبيعة الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال في هذا العدوان وطبيعة المعدات العسكرية أيضا نعم جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بقوات وبفرقتين عسكريتين إلى نطاق الضفة الغربية هذا يعني بأن الأعداد تتراوح من نطاق ثلاثة ألاف إلى ستة ألاف جندي على مدار هذه العملية العسكرية التي أطلق عليها المخيمات الصيفية الجيش الاحتلال دفع بفرق هندسية بقوات تابعة لحرس الحدود وكذلك أيضا للجهاز الشباك والوحدات الخاصة ترافق بفرق هندسة على الواقع بإضافة إلى سلاح الجو الذي يشارك بتأمين مكثف لهذه العملية والتحركات العسكرية بعض الطائرات نفذت عمليات قصوى لبعض الآخر يرصد عمليات التحركات بالنسبة للأذرع العسكرية والتشكيلات في مناطق الضفة الغربية بالتالي نحن الآن في حرب ومواجهة غير متكافية وهذه الزاوية هم جيش الاحتلال يمتلك هذه الترسانة العسكرية عبر القوات البرية الآليات والمدرعات المصفحة بكل التكنولوجيا بسلاع الجو لكن على الجهة المقابلة هناك فلسطيني يمتلك سلاحه وبعض العبوات الناسفة لن نتحدث عن مخزون استراتيجي يتجاوز المئات بل قد لا يصل إلى عشرات العبوات الناسفة هذه العبوات كان هدفها إيصال صوت الفلسطيني الذي غاب الأفق السياسي عنه في مناطق الضفة الغربية ولكن لم يستمع العالم لصوت الفلسطيني حتى ما قبل السابع من أكتوبر أمام هذه الأصوات التي تقول بأن شبان فلسطينيين وفتيا يواصلون بطبيعة الحال التصدي لجيش الاحتلال الآن تحركات حسين على الهواء مباشرة تحركات على الهواء مباشرة لآليات الاحتلال الإسرائيلي هذه المدرعات المصفحة الإسرائيلية التي دفع بها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مناطق شمال الضفة الغربية المئات من هذه العربات والآليات العسكرية الإسرائيلية التي تشارك في التحركات المستمرة في إطار تفريغ المدن الفلسطينية كذلك تحويل المخيمات إلى مناطق غير قابلة للعيش بالتالي هذا السيناريو حتى هذه اللحظة إذا ما قررنا ما يحدث الآن مع نطاق عمليات سابقة في مناطق الضفة الغربية نحن نتحدث حتى هذه اللحظة عن وجه مقارنة اعتيادي بمعنى أننا لم نتجاوز تلك الساعات الطويلة التي وصلت في أقصاها إلى نحو ثلاثة أيام في مخيم تول كرم ولكن الآن نحن نتحدث عن نطاق جغرافي متصل متزامن بهدف كبير بضوء أقدر سياسي إسرائيلي وبإظهار القوة على الأرض من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالمدن الفلسطينية إذ أن عمليات التدمير كبيرة جدا جدا يعني ما قبل هذه العملية كانت تتحدث لجنة الخدمات هنا في مخيم جينين عن نحو ألفين منزل دمرهما الاحتلال الإسرائيلي طوال عمليات الاقتحامات السابقة وحتى يومنا هذا وبلغت فاتورة الخسائر بما يتجاوز ثمانين مليون درار وذات المبنى هناك في مخيم نور شمس ولم يتم إعادة إعمار شيء ولم يتم إعادة تأهيل شيء بالتالي واقع المخيمات إنساني صعب كارثي وهناك نداءات استغاثة خلال الساعات القادمة تتعلق بانقطاع الطيار الكأربائي عن أجزاء واسعة في مخيمات تول كرم نور شمس وكذلك أيضا مناطق أخرى شمال الضفة الغربيات الآن نشاهد بعض التحركات لمركبات الإسعاف الفلسطيني التي يواصل على ما يبدو ثمة شيء ما عبر هذه المركبات لأنها تطلق أبواقها لعملية فتح طريق بعض الحالات المرضية يتم العمل على نقلها باتجاه المنطقة في هذه الأثناء هذه المركبة التي توجهت إلى بلدة اليمون ونقلت إحدى الإصابات والآن تصل إلى مستشفى جنين الحكومي في هذه الأثناء بعض الإصابات يتم التعامل معها في مستشفى الرازي على الأطراف الشرقية خشية أن يتم اعتقال أو احتجاز بعض الإصابات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية الاقتحام التي ينفذها جيش الاحتلال وتبدو بأنها ذاهبة إلى مدايات زمنية أبعد مما اعتدنا عليه طوال الأربع سنوات الماضية شكرا جزيلا